وده مش تعقيب على كلام دكتور حسام وإنما يمكن هقولك يمكن المزيد من التوضيح بشكل ما دكتور حسام قال جملة حلوة جدا قال لو فيه أي مصري مستعد للتخلي عن دوره حتى ولوء المعناوي تجاه فلسطين وغزة يبقى إحنا أبناء مصر اللي في مواقع مسئولية هنتخلى لو المصريين مش مستعدين يبقى إحنا بالتأكيد كمان مش مستعدين فهضرب لك مثل قد يبدو بعيد جدا حضرتك بتتفرج على التيك توك كويس حضرتك بتشوف الفود بلوجرز زي حالتي كده أنا أرجل أحب الأكله وأحب أعرف محلات الأكله كويسة فيهن وبتاع مش بس المحلات وعربيات الأكله كله هتجد أنه الفود بلوجرز المصريين أو الذواقة المصريين الناس اللي بيعملوا الريفيو الناس اللي بتقولك كلها المكان ده حلو المكان ده مش قوي الأكلة دي لذيذة الأكلة دي محتاجة كذا لن تجد أنا بقولك بجد لن تجد واحد إلا لما يبدأ كلامه في أول الفيديو على تيك توك يقولك إيه أولا ما تنسوش أنكم تضعوا أهلين في فلسطين وأن احنا مهالسة لازلنا مصرين على دعم أهلين الفلسطينيين وأهلين في قطاع غزة وبتاع ويختم الفيديو بتاعلي بيتكلم فيه على موضوع مختلف تماما والأكل وعربية الأكل دي والسندويتش ده والمكارونا دي وكل الكلام ده وهنفضل دايما ندعي لإخواتنا في فلسطين وأن أحنا دايما نبقى فيه معاكم لما تيجي تبص على بروفايلز بتاعتهم تجيهم دايما حطين العالم الفلسطيني جنب العالم المصري ده شقة امشي في الشارع يا مؤمن وبص على عربيات الناس عربيات الناس ملاكي أجرة ميكروباس هتليهم حطين مش عافة إيه مع غزة العالم فلسطين كلنا مع فلسطين كاتب كلمة فلسطين بستيكر وحطتها على أزازة العربية دول مصريين مش فلسطينيين بالمناسبة يعني نهينا عن الفلسطينيين اللي منورنا في النهاية دول أهلنا وإخواتنا ومعانا من سنين ومصر تسعي الجميع ده كان مكلمة كان على مين على المصريين واستيكرات العربيات على الإزازة الورانية حطتها على الشمطة من وراء مش عارف إيه كلام من ده ده مثلا لازم تبص موقف مثلا يعني لو تتذكر من البداية خالص موقف النقابات الفنية المصرية من اللي حاصل على الأراضي الفلسطينية لأ وبعدين تروح واخد كل ده وتشوف إنعكاسه في الشارع بحد من المظاهرات الحاشدة المليونية التي انطلقت في ميادين وشوارع مصر لما الرئيس تتكلم على ده مع المستشار الألماني لما كان هنا في القاهرة أولف شولتس الله وبعدين لما تيجي تشوف بقى بكل ده بالتوازي تطابق موقف الشارع هو هو موقف رئيس الجمهورية هو هو موقف وزير الخارجية هو هو موقف البرلمان بغرفته هو هو موقف الإعلام والصحافة المصرية هنا تفهم فورا إنه لا مجال للحديث على الإطلاق في أي شيء متعلق به لا التخلي عن فلسطين ولا إدارة الظهر ولا محاولة تربح ولا بيع القضية يا رجل يا طيب لما مصر عملت اتفاق السلام زمان والمعاهدة وما إلى ذلك وبالمناسبة هذا يحسب للجميع نحب مين وما نحبش مين دي قصة تانية نتفق مع مين وما نتفقش مع مين دي قصة تانية ما في حد ما في حد حاول إرغام المجتمع المصري على التطبيع اضرب ده بقى عارف كده معادلات الجبر اضرب ده كده ويفتح قصين والمصريين ما بيطبعوش ومش عاوزين يطبعو ومش هيطبعو مجتمع والدولة لم تحاول إرغامهم ولا أنها تسئه لهم بالمعلقة ولا تدهالهم حقنا في الوريد ولا في العضل ولا تحت الجلد مفيش اتفاق سلام دي سياسة تطبيع ده بتاع الناس دي مصر يا حلوية ومصر كبيرة قوي وشعبها عظيم قوي اشتركوا في القناة